كان سيدنا موسى عليه السلام يخطب في بني إسرائيل خطابا مؤثرا دمعت له العيون وخشعت له القلوب وبعد أن أنهى خطابه تبعه رجل وسأله يا نبي الله هل هناك من هو أعلم منك في الأرض؟ قال سيدنا موسى لا فعتب الله عليه لأنه لم يرجع إليه العلم وقال له إن لي عبدا في مجمع البحرين هو أعلم منك ودله كيف يصل إليه بأن يصيد حوتا ويشويه ويضعه في سلة وعندما يصل إلى مجمع البحرين سيقفز الحوت المشوي من سلته إلى الماء وقال له إن فقدت الحوت فقد وجدت الرجل الصالح عرفتنا السيرة المشرفة أن اسمه الخضر وكان أعلم أهل الأرض في ذلك الوقت قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا مولانا الملك هادد بن بدد الكبير ما الذي أتى بك يا طيفور عندي بشارة طيبة يا مولاي قل ما عندك واختصر أخذنا أربع سفن جديدة أربع سفن فقط وتقول إنها بشارة طيبة خذوا كل السفن غصبا من أصحابها يبدو أن عاصفة تهب العاصفة بدأت بالفعل أرى أن نحتمي من الماء ماذا نفعل يا سك أطول أشرع وننتظر حتى تهدأ الرياح قليلا العاصفة يا مولاي دفعت عشرين سفينة إلى المرسى وقد استولينا عليها جميعا كما أمرت ما هذا هل عميت إنها حطام سفينة يمكن إصلاحها يا مولاي كيف تجرؤ إن أسطول الملك هدد بن مدد يجب أن يضم أفضل السفن وأمتنها وماذا نفعل بهذه ألقو بها إلى أصحابها يصلحوها أو تغرق بهم هذه هي النهاية سنموت هنا نحن مساكين لم نوذي أحدا بل يعترف كل منا بذنوبه وأخطائه انظروا الأرض هناك في الأفق هل هذه كذبة أخرى؟ بل هي الحقيقة ألا ترون ذلك المرسى البعيد؟ سارعوا جميعا في التجديف إلى تلك الأرض إنها فرصتنا للنجاة وقفت سفينة البحارة المساكين عند الأرض التي يسير فوقها سيدنا الخضر ويتمعه كليم الله موسى عليه السلام ليتعلم منه شيء غريب كيف توقفت العصيفة فجأة؟ هناك رجلان روحان لنا إن أحدهما هو الخضر ومن يكون الخضر هذا؟ رجل طيب ومبارك لكنه لا يختلط كثيرا بالناس هل سنأخذ منهما أجرا؟ بالطبع لا يكفي أننا سنتشرف بركوبهما السفينة انظروا هناك الخضر ينزع لوحا من السفينة هل أنت واثق مما تقول؟ رأيته بعيني اذهبوا لتتأكدوا بأنفسكم لا يمكن أن أصدق هذا لماذا يؤذينا؟ ونحن لم نأخذ منه أجرا حتى صاحبه كان يلومه سمعته يقول له أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرأة وما فائدة العتاب الآن؟ وقد خاربت السفينة سنتطر إلى الرسو في أقرب ميناء فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا الأجرة يا سيد حليم أي أجرة؟ لقد تعرضنا للغرق وكنا ننزح الماء كالأسرى أو العبيد والعمل يا صكر كيف سنأكل؟ ومن أين سنعيش؟ إنني مثلكم لا أدري شيئا يفعل الله ما يشاء هل نترك الخضر وصاحبه يتصرفان؟ أم نشكوهما للقاضي؟ لا يوجد قاض في هذه الأرض الملك هدد بن بدد هو الذي يحكم كل الأمور وهو اسم على مسمى يحطم كل ما أمامه ويستغل الناس ويأكل حقوقهم من أصحاب هذه السفينة؟ أنا وإخوتي أصحابها يا سيدي لقد آلت هذه السفينة إلى الأسطول الملكي لماذا؟ ما الذي فعلنا؟ هذه أوامر الملك وقانونه الجديد هيا ابتعدوا ما الذي يجري لنا؟ في البداية يركب معنا شخص طيب ثم يخرق سفينتنا والآن يطلبها مننا الملك الظالم ليس أمامنا إلا أن نمضي أو نبحث عن عمل أي عمل؟ نحن لا نعرف إلا الملاحة والسفن كلها أصبحت ملكا للملك هدد انتظروا أيها البحارة المساكين هذه السفينة مثقوبة لا تلزمنا خذوها انظر يا نعمان هل يتسرب الماء إلى الداخل؟ ولا قطرة واحدة عادت السفينة إلى حالتها الأولى اللوح أعيد في مكانه لم نتصور أن يكون الإصلاح سهلا هكذا هيا ننزلها إلى الماء انتظروني معي كيس مملوء بالفضة ما كل هذا الخير الذي حل بنا؟ هذا بفضل الخضر لولا أنه ثقب السفينة لأخذها الملك الظالم وكنا الآن نشحذ اللقمة من الناس اندهش من هو خير مني ومنك سيدنا موسى عليه السلام ولكنه تذكر وعده للخضر وعاد لمرافقته في صند أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا غادر السيدنا موسى السفينة مع الخضر لإكمال رحلة العلم وذهب إلى أرض يابسة هيا يا حيصور لقمة واحدة أخيرة لا لا أريد الحلوة الحلو بعد أن تنتهي من صحنك قلت لا أريد سأغضب منك وأخاصمك إذا فعلتها ثانية اصبر عليه يا إليا هذا التدليل سيفسده يا صبرون إنه وحيدنا وسندنا في المستقبل ولكن يجب أن تلومه على سلوكه السيء غدا يكبر ويعقل ويدرك الصواب بنفسه حيصور حيصور أين أنت يا صغيري اخفض صوتك قليلا يا إليا أنا متعب من العمل طوال اليوم وأريد أن أرتاح قليلا أين ذهب الغلام لا أدري كان يلعب هنا قبل أن أنام لقد خرج من البيت لا تقلقي لعله يلعب في الفناء قليلا أرجوك أرجوك أن تبحث عنه قلبي يحدثني بأنه في خطر حسنا سأذهب من أجل خاطرك معي حلوة كثيرة سأعطي واحدة لمن يفوز في اللعبة حسنا اختبئ يا حيصور ومن يجدك هو الفائز أغمضوا عيونكم جميعا وعدوا من واحد إلى عشرة حيصور أجبني النجدة ماذا جرى له هل أغمي علي بل مات كانت أمي كذلك إن الدم يسيل من من قتله لا أدري ماذا حدث لوالدي لا أدري أقسم أنني لا أدري كنا نغمض عيوننا في لعبة الإختباء وفتحنا عيوننا فوجدناه هكذا ولدي حبيبي فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا إلي ألا زلت مستيقظة سأنام بعد قليل أعرف أن فراق حيثور يعتصر قلبك ويعتصر قلبي أنا أيضا إنها إرادة الله وقد مر عام على وفاته تقصد مقتله لن أرتاح حتى أعرف من قتله يجب أن ترتاحي وتعيشي من أجل الطفل الذي ننتظره كان حيثور يبحث عن شقيق له في أصحابه الأشقياء لا تظلميهم ليس لهم أي ذنب في مقتله ولا نعرف من قتله علينا أن نصبر ولا نكفر بالقضاء والقدر إنني لم أؤذي أحدا ولم أكذب قط ولم أرتكب أي ذنب في حياتي فلماذا؟ لماذا؟ سيعوضنا الله خيرا اهدئي واصبري يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا كان سيرهق أبويه طغيانا وكفرا وهما صالحان مؤمنان لا يستحقان تلك المعاملة القاسية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بر الوالدين أحب الأعمال إلى الله بعد الصلاة في وقتها وقد أراد الله أن يبدل الأبوين الصالحين بابن بار يحن عليهم سلامتك يا أمي هل أحضر لك الدواء؟ ولدي الحبيب كنت أحلم بأخيك حيسور ليرحمه الله تفضلي يا أمي اشربي هذا الدواء عجيب مزاقه طيب كالعسل أضفت إليه قطرات من العسل حتى تضيع منه المرارة بارك الله لك يا ولدي وأدام رضاك عني يا أمي اذهب إلى فراشك بجانب زوجتك بل أظل هنا عند أقدامكما ربما أحتجد ما إلي هل من شيء تأمرني به يا أبي؟ لا يا ولدي إنني فقط ذاهب إلى بيت الخلاء أضع الحذاء في قدميك وأستأذنك في الانتظار عند الباب لا لا ابق بجانب أمك فهي تسعد بالنظر إليك وأنا أكثر سعادة بالنظر إلى وجهها الحبيب هذا ما خطر بقلب النبي الكريم موسى عليه السلام لكنه تذكر وعده للخضر فعاد للاعتذار والتزام الصمت وإكمال الرحلة وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما قرية البخلاء التي دخلها سيدنا الخضر وبصحبته سيدنا موسى عليه السلام البطيخ اللذيذ بقطعة واحدة من الفضة قطعة كاملة من الفضة مقابل هذا البطيخ الصغير نعم يا سيد عميهود يا مشكاح السعر مرتفع لن تبيع شيئا ماذا حدث؟ لماذا تغطي رأس أبينا يا سمعان؟ لن يستطيع أن يتنفس هكذا لقد مات أبونا الرجل الطيب الصالح مات؟ لا 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 لماذا تتركنا يا أبي؟ هذا الصراخ يؤذي الميت يجب أن نتماسك ونفكر كالرجال نعم علينا أن نفكر في دفنه أولا ولكننا صغار ونحتاج إلى معاونة بالتأكيد سيساعدنا الجيران وأهل القرية في مثل هذه الظروف الصعبة كان بودي أن أقف بجانبكما ولكن أنا مريض وأخاف أن أنقل لكم العدوى ها يذهب إلى جار آخر بإذنكما حرارة الشمس تضر صحتي هذا ثالث جار يرفض مساعدتنا سنحاول مع آخرين وإذا رفض الجميع سنبذل أقصى جهدنا ونؤدي الواجبة جاه أبينا آه تعبنا اليوم كثيرا المهم أننا دفلنا أبانا وعلينا أن ننتظر قدوم المعزين لا يوجد إلا هذه السيدة العجوز حسنة قليلة لامرأة مسكينة ليس لدينا ما نقدمه لك لا يا خالة انتظري لدينا بعض الخبز والماء صحيح أن الخبز قديم بعض الشيء لكنه يصلح للأكل شكرا على كل حال سأموت من الجوع يا أخي لا تذكرني بالطعام أرجوك ذهبنا إلى كل بيت في القرية وعرضنا أن نعمل في الحقول أو ري الأغنام أو أي شيء أفكر في السفر وهجر تلك القرية لا كان أبونا يوصينا دائما أن نبقى في هذا البيت ولا نغادره أبدا أو نبيعه نبيعه ومن يشتري بيتا فقيرا جداره مشقوق وفي هذه الأثناء دخل سيدنا الخضر ومعه سيدنا موسى عليه السلام تلك القرية وطلبا طعاما لكن الناس جميعا أبوا أن يضيفوهما يا للعجب إنه الخضر رجل صالح ويقال إنه من الأنبياء مهما يكن من أمره فلن نعطيه شيئا إلا بأجل سمعان سمعان استيقظ بسرعة ما الذي حدث؟ جدار البيت فيه شق كبير هل تمزح؟ نعرف أن جدار البيت مشقوق منذ وقت طويل الشق اتسع اليوم بدرجة مخيفة انظر انظر بنفسك يا ربي سيسقط البيت عما قريب إذا لم نرممه لنسرع إذن إياك أن تقترب وإلا سقط الجدار فوق رأسينا وما العمل يا سمعان؟ ترميم البيوت يحتاج إلى قوة ومهارة وأدوات ونحننا لم نكن شيئا منها نسأل الجيران الجيران مرة أخرى لن نخسر شيئا فعلا لن يكون الحال أسوأ مما نحن فيه ألم أقول لكما إنني مريض؟ سيسقط البيت فوق رأسينا أنا وأخي وتريدان مني أن أجعله يسقط فوق رؤوسنا نحن الثلاثة لا فائدة هيا هيا بنا يا سمعان هذا آخر جار نلجأ إليه في القرية ماذا جرى في الدنيا؟ منذ قليل يأتين رجلان قويان ناضجان يطلبان الطعام والاستضافة والآن يأتين صبيان يطلبان المساعدة ماذا جرى في الدنيا؟ ذهب سيدنا الخضر إلى الجدار الذي يوشك أن يتهدم وأصلحه وأقامه وسيدنا موسى واقف ينظر إليه متعجبا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية لكن استطعما أهلها فأبوا فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجراء شكرون استيقظ بسرعة انظر الرجل الغريب يرمم الجدار المشروخ كيف يفعل ذلك؟ وقد رفض أهل القرية إطعامه هو وصاحبه بالأمس لا أدري المهم أنه أصلح البيت ووصل الصغيران إلى سن الرجولة آه بيتنا الحبيب مهما سافرنا وابتعدنا يظل شوقنا له كما هو الحمد لله أفاض الله علينا بالخير العميم ولم يعد هذا البيت الصغير يكفينا هل تفكر في الزواج يا أخي؟ بصراحة نعم ولكنني أنتظر وانتسبقني فأنت الأخ الأكبر في هذه الحالة سنحتاج إلى بيت أوسع وماذا يمنع؟ عندنا المال والأدوات والقدرة على البناء افسحوا لي الطريق ألا زلت على قيد الحياة؟ ما وجه الاستعجال يا جدتنا؟ اصخروا مني اصخروا سأذهب إلى الفاضلين سمعان وشكرون ولدي الرجل الصالح ماذا جرى لهما؟ إنهما يهدمان بيتهم ليبني بيتا أكبر منه وأوسع وما دخلك أنت بهذا الأمر؟ إنهما يطعمان كل الفقراء احتفالا بالبيت الجديد إذن نأتي معك بكل تأكيد الجار للجار بيت جديد وطعام للفقراء خسارتان في يوم واحد ماذا جرى للدنيا؟ أوشكنا على الانتهاء يا شكرون لا أشعر بأي تعب يا أخي ما هذا؟ صخرة ثقيلة تعوق الحفر إنها ليست صخرة انتظر انتظر حتى أساعدك إنه لوح ضخم من الذهب كان أبوكما غنيا الآن عرفت أين وضع ثروته انظر إليه جيدا إن عليه كتابة أستطيع أن أقرأها بوضوح اقرأ بصوت عال عجب لمن عرف النار ثم ضحك عجب لمن أيقن بالقدر ثم نصب عجب لمن أيقن بالموت ثم أمن يا الله هذه النصائح هي الكنز الحقيقي انتظر عليها كتابة أخرى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله محمد؟ لم أسمع به من قبل لكنه مكتوب فوق لوح الذهب ماذا ستفعلان بالكنز؟ سنتبع ما فيه من نصائح غالية الحمد لله أننا لم نكتشفه في صبانا وإلا غرر الذهب وما فط وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا عشر جل من الأغنياء كان يملك حديقة رائعة تنتلئ بالزروع والثمار والفواكه والأشجار والورود بارك الله لك يا سيد حمدون في وليدك الجديد شكرا لك يا شيبون إني والله أحار في تسميته أنت سميت الكبير أسدا ليكون شجاعا وقويا وسميت الثاني جوادا ليكون كريما ومعطاء فأي الصفات تتمناها في وليدك الثالث؟ آه أريد أن يكون متحملا صبورا في الشدائد فالعز لا يدوم إلا لصاحب العزة والأيام دول بارك الله في مالك وجنتك أقترح أن تسميه صخرا ليكون في شدة الصخر وصلابته تفضلوا تفضلوا بالهناء والشفاء تفضلوا أنت الذي تخدمنا بيدك يا سيد حمدون أنتم ضيوفي الكرام وخدمتكم واجبي كل ما يقطعه المنجل حق للفقراء وما تبقى من الحبوب يكون لنا هذا كثير يا سيدي إن المنجل يقطع ثلاثة أرباع الحبوب فكيف تتصدق بكل هذا؟ الفقراء كثيرون يا صديقي وهم أحوجوا منا بالطعام ولكن اعمل حسابا للغد إن لديك ثلاثة أولاد يحتاجون إلى تلك الثروة لقد ادخرت الله لأولاده واربع الحاصلات من الأرض يكفيهم وزيادة هل تظنهم يرضون عن هذا؟ إنها حديقتي وقد شقيت عمري في زرعتها حتى أصبحت جنة الله على الأرض نعم كل الناس يطلقون عليها اسم الجنة ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أقد كبرت وأصابني الوهن أريد أن أفرح برؤية أولادكم قبل أن أموت أطال الله في عمرك يا أبي الأطفال مزعجون يحتاجون دائما إلى حلوة وملابس جديدة ويحتاجون إلى تلقي العلم وألواح وأقلام ويمرضون فجأة ويحتاجون إلى الطبيب والدواء كفاك سوادا يا بني لم تكن طفلا مثلهم لا أتذكر أنا يا أبي أريد أن أتزوج وقد اخترت العروس من يا ترى سلم ابنة صنعان أحسنت يا بني إنها فتاة طيبة ومن بيت كريم بيت كريم إنهم فقراء شاحذون لا إله إلا الله ألغينا يا بني من عند الله وحده لماذا لم تقم باستدعائي يا سيد حمدون بدلا من تعبك ألا تريد أن تستقبلنا في دارك يا رجل عذى الله إنها داركم لن أطيل عليك يا صنعان لقد لقد جئت خاطبا خاطبا ابنتكم هذا أعظم من أن أصدقه لقد طلب صخر مني أن أخطب له سلمة صخر ماذا؟ ألا ترينني مناسبا لقدرك الرفيع؟ أنا معذرة يبدو أنه خجل العذارة سأناديها لقد آهنتها ألمحت لفقرها وصغرت من شأنها أمام أبيها أظنه لا يقصد يا أبي إنها ذلة لسان ويمكن الاعتذار عنها لم أقل شيئا هعتذر لمن؟ لخدمنا؟ لمن يشحدون من الطعام؟ إننا كالذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل وحتى يشفيك الله لنا وننعم برضاك ونعم برضاك إنني راض عنك يا جواد ولكنني غير راض عن أخويك أرجوك يا أبي سامحهما إن أسدا قد لام صخرا وعرفه خطأه وهو نادم أشد الندم هل تكذب علي يا ولدي؟ لا يا أبي إنما أقول ما أظنه قد حدث هذا لأنك تفكر بعقلك وقلبك أنت ولكنني أعرف أخواك أكثر منك أرجوك يا أبي أن ترتاح كما نصح الطبيب اسمعني اسمعني جيدا يا بني مهما اختلفت مع أخويك فلا تتفرقوا وكونوا كنوا جميعا يدا واحدة لا تتفرقوا يا بني لا تتفرقوا أشد ما آلمني رحيل صاحب السيد حمدون شكرا لك يا عمي شيبون إن السيد صنعان وبعض الإخوة يريدون تقديم العزاء السيد صنعان منذ متى منذ متى والشحاذون يقال عنهم سادة اذهب أنت نيابة عنا واقبل منهم العزاء أنا أكبركم وأعرفكم بالمصلحة على الأقل نقدم لهم الحليب والتمر وهل الحزين يأكل أو يشرب دع الكبير يتصرف يا جواد الأمر لكم اتركاني في حزني وألمي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٌ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَنِ اسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْثَ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ انظر يا صنعان إنهما أصحاب الجنة نعم أعرفهم جيدا لقد أثمرت الجنة في هذا الموسم أكثر من أي موسم آخر هذا رزق اليتام والمساكين إنهما صنعان وتعز كان أبي يحب إكرامهما رحمه الله رحمة واسعة لم يعد موجودا أليس من الواجب أن نناديهما؟ لا بالطبع سنذكرهم بالمرحوم ونستعيد الحزن سمعتهم يقولون إن جناتنا رزق للمساكين يا للطمع قبل أن نقطف الثمار يفكرون في نصيبهم إنهم ليسوا شركاءنا ليكون لهم نصيب كان أبي رحمة الله عليه يعطي المساكين أولاً هو وشأنه أما نحن فسنأخذ حقنا في الصباح قبل أن يصحوا أحد لكن لا مكان للكن سنأخذ الثمر كلها ولن يأكل منها فقير فلتقسم معنا على ما تويناه إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين وَلَا يَسْتَثْنُونَ أن رحل الأب الطيب الذي كان يتصدق بأكثر ماله ويجعل كل ما تقطعه المناجل حقاً للفقراء وريث الأبناء أباهم وصاروهم أصحاب الجنة الجنة أثمرت بسخاء عظيم هذه السنة لا بأس أشعر بالجوع الشديد هيا إلى القصر لنتناول الغداء ما رأيكم أن نأكل هنا في الهواء الطلق ربما يشاركنا بعض الجيران في الطعام جواد هل نسيت ما أقسمنا عليه نشارك المساكين إن وضعنا كسادة يمنعنا من الأكل في العراء من تسائر المزارعين هيا هيا لا تضيع الوقت في مجادلة فارغة لنذهب إلى قاعة الطعام ونطلب من الطهات أن يسرعوا بإعداد وليمة الغداء أي ينطلق أي الحصان الكسول كانت وصيتك يا أبي ألا نفترق فماذا أفعل الآن متى نبدأ في جمع المحصول غدا مع أول ضوء النهار قبل أن يستيقظ الشحاذون تقصد جيراننا اسمع يا جواد لا نريد أن نعطي الفقراء شيئا حتى لا ينقص من مالنا شيء لكننا اعتدنا أن نتصدق في كل عام بشيء من الثمر والقمح لن يحدث هذا يكفي ما تصدقنا به في الأعوام السابقة أنا أتفق معك لكن هذا حرام حرام إنه مالنا دعك من أفكار الحرام والحلال نحن الآن أغنياء لا شيء يهمنا كان أبي دائما يقول إن من يتصدق ببعض أمواله يبارك الله له فيما تبقى لقد حصلت البركة وانتهى الأمر ألم ترى الجنة وأشجارها تنحني من كثرة الثمار؟ جواد أنت أقسمت معنا وحراما أن تحنث بالقسم حسنا افعلوا ما ترونه صوابا الخادم حاول أن يمنعني من الدخول عليكم في قاعة الطعام وكأني غريب تفضل يا عمي شيبون بالهناء والشفاء لقد سبقتكم حان وقت الحصاد فمتى تبدأون في جني ثمار الحديقة؟ أظن هذا أمرا عائليا يعنينا نحن فقط أسد يقصد أن لا يزعجك بأعباء الحصاد كنت أريد أن أعاونكم فأنا أعرف المساكين المقعدين الذين كان والدكم رحمه الله يحرص على توصيل الصداقة لهم في بيودهم شكرا لك عندما نحتاج إلى خدماتك سنرسل من يطلبك ألا نعطي صديق أبي شيئا من الحبوب والثمار؟ يغلق فمك أيها الخادم دل السيد شيبون على الطريق شكرا أعرف طريقي جيدا رحم الله أباك يا جواد لم أرى في حياتي أرذل من هذا الرجل لا تتأثر يا أخي لقد أراد أن يستدر عواطفك بقوله رحم الله أباك يا جواد سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم ما الذي يدهيشك هكذا؟ ألم ترى الهلال من قبل؟ من قال إنني مندهش إنما أسبح الله أذكرك أن لا تسهر طويلا لدينا عمل شاق في الصباح لا أستطيع النوم القلق يتملكني هل الثراء والخير يدعو للقلق؟ أخشى أن يعاقبنا الله بما نفعل إذا كنت ترى ذلك فنحن على استعداد لأن نأخذ نصيبك وننقذك من العقاب افعل ما تريانه صوابا حسنا سأذهب لأنام حتى أصح مبكرا سبحان الله العظيم اللهم اغفر لنا تقصيرنا وتجاوز عن ذنوبنا سبحان الله العظيم ترجمة نانسي قنقل لأنام حتى مفرهم سبحان الله العظيم ترجمة نانسي قنقل سبحان الله العظيم هذه فعلا عظيم مفرورات هيا إنني متشوق لرؤية الثمار الطازجة والحبوب الوافئرة وأنا أكثر منك شوقا سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم هيا هين ذهبت جناتنا هل ضللنا الطريقة إليها؟ كلا لم نضل الطريق بل حرمنا من الخير آه مات كل شيء هلك كل شيء أصبحت الجنة كالصريم صارت خرابا الويل الويل لنا ماذا حدث؟ قل كيف حدث ما حدث كيف تموت الحيوانات والطير كلها في نفس الليلة وكيف تتحول إلى عظاما بتلك السرعة؟ هل كانت عاصفة؟ كنا سمعنا صوتها ألم أقل لكم لو لا تسبحوا؟ لا توجد نبتة واحدة أو حيوان أو طير لقد ضعنا بسببك أنا؟ كان الاقتراح اقتراحك أنت رفضت أن تعطي المساكين كنت أنفذ رغبتك لأنك أخي الأصغر وقد أوصاني أبي عليك بل أنا بل أنا الذي كنت أتبعك لأنك الأكبر ومن المفترض أن تكون أكثر حكمة أحذرك يا صخر أن تتمادى أرني ماذا ستفعل يا أسد حرام عليكما ألا يكفينا ما نحن فيه من خراب؟ هل هذا وقت التلاوم؟ قل له هذا الولد هو المخصئ إن الجدال قادنا إلى الخصام وهذا ما كنت أخشاه وأحسب حسابه ماذا تقول؟ لقد اشتركنا جميعا في جريمة واحدة إن أحدنا قد فكر في الجريمة ولكننا جميعا اشتركنا فيها أنت في الحقيقة لم تشاركنا بل شاركتكما بالسكوت عن الخطأ وعدم الاعتراض دعونا الآن مما حدث ولنتأمل الدرس أي درس؟ لنسأل أنفسنا لماذا عاقبنا الله بالحرمان كان تغياننا هو السبب لنعترف بذلك إننا في الحقيقة ارتكبنا جريمتين لا جريمة واحدة كيف؟ الأولى أننا حرمنا المساكين من الصدقة الواجبة والثانية كنا نتصور أن العطاء من المال ينقص المال واكتشفنا الآن واكتشفنا أن البخل هو الذي يضيع المال للصدقة فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين واغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون أيها الخادم ماذا قلنا؟ معذرة نسيت أيها الأخ الخادم الطيب هل يمكن أن تحضر لنا طعام العشاء؟ أيها الخادم الطيب الجميل أرجوك أن تسرع فنحن نتدور جوعا لقد أحضرته فعلا يا سيدي أين هو؟ إنني لا أراه إنه أمامك يا سيدي ما هذا المزاح؟ كيف تجرؤ؟ ماذا قلنا؟ ألا ترى أنه يسخر منا؟ معاذ الله لقد أحضرت لك كل ما في البيت من طعام هل تظننا تواجن لنأكل خبزا يابسا؟ هذا ما نأكله نحن كل يوم يا سيدي لا بأس أمرنا لله هل لديك المزيد من الخبز اليابس؟ لو كان هناك المزيد لقدمته يا سيدي في الحال انتظر يا أسد انتظر اترك لنا شيئا وقد بيعنا كل ما نملك الأثاث الخيول حتى ملابسنا الحريرية واستبعدنا كل الخدم ونوفر في النفقات قدر ما نستطيع سنظل على تلك الحال إلى أن نموت لا شيء يبقى على حاله يا أخي والأيام دول لقد عرفنا خطأنا وندمنا على ما فعلنا المهم الآن كيف نجد طعامنا كل يوم لا يا أسد ليس الطعام هو المهم الآن وما هو الشيء المهم في رأيك أن نخلص التوبة أن نعزم على عدم العودة إلى ما كنا عليه من طمع وبخل وأنانية هل تظن أن الله يقبل توبتنا؟ إن الله تعالى وعد بقبول التوبة إن كانت صادقة إن جريمتنا في الحقيقة أكبر من أن يغفرها الله لنا هذا ذنب جديد ترتكبه كيف؟ أن تعتقد أن جريمتك أكبر من عفو الله أو غفرانه إن رحمة الله وسعت كل شيء وبعد أن أدرك أصحاب الجنة خطأهم وتابوا إلى الله توبة نصوحة بدلهم الله أرضا خيرا من أرضهم فاشتهدوا في زراعتها أحضرت لكم البذور التي نحتاجها جئك في وقتك لقد أتممنا حرث الأرض الحمد لله الذي أعاننا بالجهد ويسر لنا شراء هذه الأرض سبحان الله العظيم هذه بشارة خير تفضل يا سيد شيبون أرجو أن تأكل من هذا اللحم لقد أكلت يا بني أكثر من طاقتي بالهناء والشفاء تفضل يا جدتي هذا الصنف جيد لا يحتاج إلى العناء في المطر سأحمل عنك الإناء الكبير إنه ثقيل عليك يا زوجتي تأكدي أن النساء يأكلن جيدا سبحان من هذا عطاءه وتلك نعمته اللهم أعننا على شكرك وذكرك واجعلنا من المقبولين سبحانك يا الله في الزمن القديم كان هناك نهر من أكبر الأنهار سمي نهر الرس وقيل إن ياسف بن سيدنا نوح عليه السلام قد غرس بذور أشجار الصنوبر على شاطئ النهر ونبتت اثنتا عشرة شجرة وافتتن الناس بها أيها الناس حضر جلالة الملك تركوز ملك إسفندارة وما حولها تفضل يا جلالة الملك بإلقاء كلمة لرعاياك أيها الناس يا عبيد الشجرة المباركة لقد حرمتم أنفسكم من شرب الماء المقدس لكي تنمو الشجرة الآلهة والآن يحق لكم أن تحتفلوا بالعيد ألا تنتهي هذه الأعياد أبدا أخفت صوتك يا أبي حتى لا يؤذونك هيا يا أبي هيا لنقدم قرابيننا في العيد إلى الشجرة فليس بوسعنا أن نفعل غير ذلك وكان للاحتفال بالأعياد تقوص عجيبة هل استعد فريق الطهاء؟ لم يحضروا لي إلا مئة بقرة أريد مئة أخرى حتى يصعد دخان الطهي إلى عنان السماء لماذا لم تحضروا لكبير الطهات ما طلب؟ لقد أخذنا من الفلاحين نصف مواشيهم يا كبير الوزراء خذوا النصف الآخر المهم أن ترضى عن الشجرة المباركة تستطيع أن تبلغ الملك تركوز أننا أعددنا كل شيء للحفلة المقدسة أرجوك أن تهدأ يا أبي لم يكن بوسعنا أن نمنع جنود الملك تركوز من أخذ مواشينا جفت الأرض وضعت الماشية فمن أين سنأكل بعد الآن؟ جارنا السيد حمظرة بن صفون أحضر لنا هذا الطعوم وهل سنعيش على مساعدة هذا الرجل الصالح طيلة حياتنا؟ لولا هذا الرجل الطيب لهلك الفقراء والمساكين جوعا وعطشة ما رأيك يا جلالة الملك تركوز؟ لا بأس المهم أن ترضى الإلهة عنه لتعزف الموسيقى بأعلى صوت ولتعد وليمة العيد الإلهة غير راضية يا كورنار عفوا يا مولاي كيف عرفت؟ إنها صامتة تنظر إلينا بغضب وكان الشيطان إبليس الرجيم يتأمر جمعهم وقد استعد ليبث الرعب في قلوبهم يا لكم من حمقى سنمرح كثيرا هذه الليلة يا أهل إسفندار انظروا الشجرة المقدسة ارضي عنا يا إلهتنا المثمرة ليصمت الجميع ولنركع خشوعا وخضوعا للإلهة استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون لقد رضيت عنكم يا عبادي فطيبوا نفسا وقروا عينه أريقوا الخمر وارقصوا وغنوا مولاي الملك تركوز حان وقت الانتقام من الصبي الآثم الذي تجرى وشرب من الماء المقدس إنني بريء يا مولاي الرحمة لم أقصد أصمت أيها الكافر كيف تجرؤ على تدني سماء النهر المقدس بالشرب منه كنت عطشان ولم أقدر على منع نفسي من الشرب لقد اعترف بجريمته ألم تكن تعرف أن الماء فقط لسقاية الإلهة ومحرم على العبيد أمثالك ليعدم الصبي الكافر في الحال افصلوا رأسه عن جسده أبي هل نجلس صامتين ونشاهد مقتل هذا الطفل الصغير تعلم أذنب إنه يستحق العذاب يا ابنتي برك لكم يا عبيد المخلصين إسجدوا جميعا للإلهة إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا أليست هذه الثورة زوجة جارنا الطيب حنظلة؟ نعم إنها هي ولكنها تبدو شريدة الفكر لعلها في مشكلة يجب أن نساعدها قدر الإمكان لطالما ساعدتنا هي وزوجها الصالح سيدتي سيدتي ماذا بك؟ لا أدري ماذا أقول لك يا شولين لقد زدت قلقا يا ابنتي أرجوك أن تتحدثي أمس استيقظ زوجي وهو يتصبب عرقا وهيرتعش من الحم هو مريض؟ لا بل أحيى إليه في نومه أن يدعو الناس إلى عبادة الله الواحد هذا خبر عظيم لقد بعث زوجك نبيا إنه أصلح رجل في زماننا لهذه الدعوة المباركة أعرف يا شولين ولكني أخاف عليه إن قومي يقتلون الأطفال إذا ضمئوا وشربوا من ماء النار فماذا سيفعلون برجل يتحدى آليةه؟ دعا نبي الله حنظلة بن صفوان إلى عبادة الله وحده وترك ما دونه يدعون النبي الحق إلى قول الصدق واحتمال الأذى في سبيل الله نحن قوم فقاراء وضعاف لا قدرة لنا على نصرة النبي ودعمه فلماذا لا يفكر في دعوة الكبراء أولا؟ لقد أوحى الله لنبيه حنظرة أن يدعو الناس كافة كبيرهم وصغيرهم فقيرهم وغنيهم فكلهم أمام الله سواء إن عددنا قليل وليس معنا مال ولا سلاح فكيف؟ كيف نغلب القوم الكافرين؟ المهم أن نغلب أنفسنا أولا فلا نضعف ولا نيأس من رحمة الله نعم ولن نرتد عن الحق أبدا بعد أن عرفنا الطريق إليه إن عددهم قليل يا جلالة الملك ولا خوف منهم أن نتركهم حتى يصبحوا كثرة ولا نقدر عليهم؟ مرنا يا مولاي ونحن ننفذ أوامرك في الحال إذا كانت ابنتك يا يارش لا تنفذ أوامرك كيف سنقنع بخية القوم؟ أتسمح لي بإبداء الرأي يا مولاي؟ تكلم يا كورنار إن قوة هؤلاء الناس تتمثل في حنظلة ابن صفوان وحده فلو تخلصنا منه هزمناهم جميعا هذا الرجل يعمل في رعي الماشية أعرف ما هي خطتك؟ سنقول إن الماشية قد شربت من النهر المقدس ويستوجب ذبحها فهمت هذه إشارة تهديد ليعرف مدى قوتنا كيف تعاقبون حيوانات غير عاقلة؟ كل ذنبها أنها تشعر بالضماء أصمت أيها الرجل المسن المخرف إننا نعاقب صاحبه الذي سهى عنها وتركها تشرب من الماء المقدس كيف تؤزون نبيا بعثه الله إليكم؟ من قال إنه نبي؟ لم يتبعه إلا الفقراء وأراذل القوم صمتا ستتحدث الشجرة المباركة استمعوا إلى إلهتنا المقدسة يا عبادي إنني غير راضية عنكم اذبحوا المزيد من الماشية ماذا تنتظرون؟ نفذوا أمر الإلهة أما زلت تؤمن بكلام حنظلة؟ بالطابة فهو نبي الله لو كان نبيا بحق لمنع عن نفسه الضرر ماذا فعل حنظلة بعدما آذيناه؟ اكتخب الدعاء علينا وماذا قال في دعائه؟ نظر إلى السماء قائلا يا رب إن عبادك أبوا إلا تكذيبي وغدوا يعبدون الشجرة لا تضر ولا تنفع ثم رفع يديه عاليا وقال اللهم أيبس شجرهم أجمع وأرهم قدرتك وسلطانك ماذا أفعل الآن؟ ليس بوسعي أن أتحدى آيات الله سأذهب إلى قرية أخرى وإلى شجرة أخرى وهذه أيضا أصابها دعاء النبي يا ويلك يا إبليس يا ويلك كيف يابست الشجرة؟ كانت مثمرة يوم أمس انظري ماذا جرى للشجرة لعل ما يقوله الناس عن دعاء النبي الذي ظهر في إسفندار صحيح انتهت لعبة التجسد في الأشجار وسأضطر إلى العودة إلى طريقة القديمة هل وسوسة؟ الحمد لله لم يعد يتعرض لنا أحد لقد بهت الناس مما جرى وأدركوا أن دعوة النبي مستجابة لم يعد بوسعهم الآن أن يعاندوا أو يجدوا أي تحجة كم هو عزب هذا الماء؟ المهم أننا نجونا بديننا ونصر الله نبيه حنظلة بن صفوان عرف المؤمنون من أنصار حنظلة بمكيدة قتل نبيهم لكنهم كانوا قلة من الضعفة هيا يا شيلين أسرعي هيا قد حملت ملابسي وطعاما للطريق أيضا لا يهم الطعام الآن يجب أن نحذر نبينا ونساعده على الهرب بل يجب أن نرحل معه إلى حيث يأمرنا ونحميه ونفديه بأرواحنا إذا أرادوا إزاءه كيف تم أكنوا من القبض عليه؟ هو لم يحاول العرب قال إنه لا فرار من قضاء الله وإن الموت في سبيل الدعوة هو أشرف له وأكرم يا له من نبي عظيم إنه رجل كافر بالشجرة المقدسة ترى هل تعود للإثمار مرة أخرى أم أنها ماتت إلى الأبد؟ أيها الناس إن حنظلة هذا مجرد ساحر ساحر؟ نعم سحر إلهتكم العظيمة حتى يلهيكم عن عبادتها فتعبدوا ما يدعو إلي وهل إلهتنا المقدسة يمكن أن تسحر بهذه السهولة؟ أيها الناس استمعوا إلى الملك إن الشجرة المقدسة قد غضبت عليكم عندما سمحتم لذلك الرجل أن يعيبها ويدعوكم لعبادته غيرها فحجبت عنكم حسنها وبهاءها ارحمي هنا أياتها الشجرة المعبودة واعيدي لنا السمارك الطيبة استعدوا لحفر البئر الذي سندفن فيه حنظل حياً حتى يموت موتاً بطيئاً ونتلذذ بعذابه لا أدري ما فائدة هذه الأنبوبة العملاقة هذا إنجاز عظيم غير مسبوق والآن انزحوا الماء من داخل الأنبوبة هل لنا أن نفهم ما يجري؟ عندما نتم نزح الماء من الأنبوبة سنحفر في قاع النهر بئراً تتسع لرجل واحد مولاي يقصد حنظلة بن صفوان؟ ومن غيره؟ عفواً يا مولاي ولماذا كل هذا التعب؟ لنزيد في إذلاله سيكون في قاع البئر خوية من الماء يموت فيها عطشاً بينما النهر يجري من فوقه يا لا من فكرة عبقارية سأقفز في الماء وأحاول زهزعة الحجر إياك أن تفعلي هذا هل نسيت قول زوجك النبي أن الله لم يأمرنا أن نهلك أنفسنا سأحاول قدر ما أستطيع لا فائدة لقد رأيت الحجر الذي وضعوه فوقه كان حجرا ثقيلا وحمله مجموعة من الغطاصين إن الإيمان الذي يملأ قلبك يكفيه ويؤمس وحشته هذا انتصار عظيم على أبناء آدم أنتم تقتلون نبيا أرسله الله لكم صرتم خدما لي دون أن أطلب وهي لحظة يجب أن أحتفل بها قدموا القرابين للإلهة واشربوا وهللوا فرحا بهذا النصر المبين ومن قاع النهر يجيء عليهم نبي الله حنظلة داعيا يا الله أن ترى ضيق مكاني وشدة كربي فارحم ضعفي وقلة حيلتي ودع النبي وهو في حال الاحتضار اللهم ارحمني وعجل بقبض روحي ولا تؤخر إجابة دعوتي أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأنه لا معبود سواه ماذا جرى للسيدة يا الثورة؟ اطمئني عليها يا ابنتي لقد ماتت يا أبي ماتت حزنا وكبدا على فراق زوجها لعل الله قد أراد لها الخير بالنجاة من هؤلاء القوم الظالمين هيا يا أبي لا تنسى نصيحة نبي الله لنا إذا أحط بكم فهاجروا نعم يا ابنتي إن أرض الله واسعة اللهم أمتنا على الحق وابعثنا في زمرة عبادك الصالحين وقال رب العزة جل جلاله في حديثه القدسي مخاطبا ملكه جبريل أيظن عبادي هؤلاء الذين غرهم حلمي وعبدوا غيري وقتلوا رسولي أن يقدروا على غضبي أو يخرجوا من سلطاني كيف وأنا المنتقم ممن عصاني ولم يخش عقابي ما هذه الريح العاصمة أنها النجدة إنها حلم من النار النار ستأكل وجوهنا أبي سينا أيتها الشجرة المباركة ألا ترى أنها تحترق يا أحمق أوهرقوا يا رجالي اصنعوا حولي سياجا أو أحموني من هذا العذاب ابتعد عني أيها المجنون التافة أوه إن جسدي يذوبك الماء بسم الله الرحمن الرحيم وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا كان سكان قرية آيلة المطلة على البحر يعيشون على صيد الحيتان وكان محرم عليهم الصيد في يوم السبت من كل أسبوع وبسبب فسادهم وظلمهم كان الرزق يختفي طوال أيام الأسبوع ولا يظهر السمك إلا في يوم السبت استيقظ يا ميمون استيقظ لقد أبحر مركب سمحون وسيصيد الحيتان قبلك لقد فرغ الطعام من بيتنا يجب أن تعود بصيد وفير ها بصيد وفير سوف تكون أكبر الأسماك من نصيبي وستعرفين قيمة زوجك ميمون شيخ الصيادين وكبيرهم في قرية أيلة أين ذهب السمك يا عمون؟ لا أدري يا كبير الصيادين ربما تحتاج إلى أن تبتعد أكثر في عرض البحر أكثر من هذا؟ إنني لا أرى الشاطئ هل أنتم متأكدون أن الشباك سليمة؟ فحصتها بنفسي قبل الإبحار كيف لا تظهر سمكة واحدة؟ هذه إرادة الله يا شمخون يا أخي على الصياد أن يبذل الجهد أما الصيد نفسه فهو رزق من الله نحن لا نفعل شيئا يوم السبت كما تأمرنا شريعتنا فلماذا يعقبون الله؟ هذا سؤال لا يليق الله يمتحن عباده بالخير والشر أيضا إنهم تحانوا الصبر ويجب أن تكون شاكرا في كل الأحوال لماذا يقترب منا قريب ميمون هكذا؟ العاصفة شديدة هل نعود إلى القرية؟ عد أنت لن أرجع إلا بصيد وفير قل إن شاء الله يا ميمون ما هذا؟ نار في يوم السبت؟ ها ها وما المانع؟ هذا حرام تنهان شريعة التوراة عن إشعال النار في يوم السبت ولكن البرد شديد تكاد أطرافنا تتجمد من البرودة هيا لنذهب إلى المعبد حيث دفء القلب بالصلاة والتضرع إلى الله ميمون يا ميمون هل ستمضي حياتك كلها نائما؟ اليوم السبت يوم التوقف عن العمل لماذا توقذينني؟ الرجال سيذهبون جميعا للصلاة طالبا للرزق أنا أتعبد هنا وأنا نائم معك حق نوم الظالم عبادة انظر انظر يا شمخون انظر لا أصدق ما كل هذه الأسماك؟ إنها تكفي لإطعام قرية عاما بأكمله هيا بنا هيا لنصيدها هل جننت؟ اليوم هو السبت أيها الأحمق ممنوع علينا الصيد في يوم السبت؟ نعم نعم تذكرت ولكنها فرصة وماذا سنقول لرب موسى عندما نلقاه؟ كنا ننتهز الفرصة؟ إننا جوعا وفقراء فقراء ألن يغضب الله إذا نزلنا إلى الصيد في يوم التحريب؟ هل تظن ذلك؟ ما رأيك أنت؟ اتقوا الله ألا يكفيكم ما نحن فيه من ابتلاء؟ سنصيد في صباح الغد بإذن الله كما تأمرنا الشريعة أين ذهبت الأسماك؟ وأين ذهبت الأنواع الضخمة؟ لقد كنا نراها بأعيننا وهي تقفز في الماء لا أعلم كيف تختفي كل هذه الأسماك في لمح البصر هل نتوغل في داخل البحر أكثر يا سيدي؟ لا فائدة فلنعب هيا بنا لقد اجتمعنا اليوم لنبحث هذه الظاهرة الخطيرة ظاهرة اختفاء السمك إن الشباك تعود من البحر وهي مبتلة بالماء المالح ولا سمك هناك أحسنت التعبير يا سيدي إن الشتاء في هذا العام شديد البرودة فمن أين نطعم أنفسنا وأبناءنا؟ الأسماك تتصرف كما لو كانت تغذنا إنها تظهر في اليوم الذي تعرف أن الصيد محرم فيه ثم تختفي بقية أيام الأسبوع هذا صحيح يا رجال إن الأسماك تتحدانا اسمعوني يا أبناء قرية أيلة إن الله يمتحننا بما يحدث فلنصبر ولنجتهد في الخروج إلى البحر ولنستمر في محاولة الصيد من يدري عسى الله أن يرفع عنا البلاء ويوسع في أرزاقنا هذا استسلام يا سمحون إن الأسماك تمكر بنا وتتعامل معنا بأكبر قدر من المكر والخديعة ولن نتركها تعبث بنا بعد اليوم ما معنى هذا الكلام؟ سوف نرى لماذا جمعتنا يا شيخ الصيادين؟ حتى نحزم أمرنا ونحل مشكلة الطعام كيف؟ هل هذا بإمكاننا؟ نعم بإمكاننا فعل الكثير اسمعوني جيدا إن الأسماك تمكر بنا فلماذا لا نمكر بها نحن أيضا؟ معذرة لا أفهم قصدك سنلقي شباكنا في البحر يوم السبت فتمتلئ بالحيتان لكن الصيد محرم يوم السبت لا تقاطعني أيها الأحمق قلت سنلقي بالشباك فقط في يوم السبت لنحجز الأسماك وعندما يبزغ فجر يوم الأحد نغلق الشباك على الأسماك قبل أن تتسرب إلى البحر وبهذا نكون قد وفينا بتعاليم شريعاتنا التي تحرم الصيد يوم السبت وفي الوقت نفسه نكون قد أنقذنا أنفسنا وأولادنا من الجوع رأي عظيم أحسنت هيا يا شمخود أسرع أحكمت وضع الشباك يا كبير الصيادين أخفض صوتك ستوقظ أهل القرية بصياحك هكذا هيا بنا الآن تفرقوا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون صباح الخير يا ميمون أتمنى لك صيدا طيبا ها وأنا كذلك أين شباك الصيد؟ هل ستصيد من غير شباك؟ نعم أقصد لا لقد نسيتها سأذهب لإحضارها سمحون سيشك فينا الآن وقد يكشف الحيلة لا نبحر نحن أيضا ثم نعود قبله ونخرج الشباك من الحجرات الصغيرة نعم هذا هو الرأي الصواب انظر انظر يا كبير الصيادين هذه كمية لم نصدها طوال حياتنا أخرج الشباك في صمت أسرعوا قبل عودة باقي الصيادين يا للحظ السعيد آه لا أستطيع أن أخرج الشباك وحدي كل هذا كان سيضيع منا بسبب يوم السبت أسعارنا واحدة لا نقبل المجادلة تذكروا لا يوجد في القرية كلها أسماك إلا لدينا من أين أتيت بالسمك؟ لقد كنت أنا أيضا في البحر ولم أصد شيئا هذا اعتراف منك بمهارتي وقلة درايتك بل هي الحيلة لقد كنت بالصيد في يوم السبت السمك طازج يشهد على ادعائك ألقيت الشباك بالأمس في يوم التحريم ورفعتها اليوم نعم فعلت ذلك ما شأنك أنت؟ اسمع يا ميمون لقد تحملنا طمعك وفسادك ولكننا لا نتحمل أن تغضب الله وتتحايل على شريعتنا ونسكت سوف يحل الغضب علينا جميعا إذا لم يعجبكم الحال فاخرجوا من القرية ودعوها لنا إنها قريتنا مثل ما هي قريتكم لن نخرج منها اسمعوا يا رجال لنبني جدارا يعزل بين الفريقين أوافقك على هذا الاقتراح حتى لا يزعجنا كل حقود وفاشل وأنا أوافق حتى لا تقع عيناي على فعل يغضب الله خذوا خذوا واشكروا الرب الذي وفر لنا هذا الطعام غدا تتحسن الأحوال إن شاء الله تعالى أما يوم السبت هذا فيجب علينا أن نتفرغ فيه للتعبد والدعاء كانت فكرة إشعال النار في يوم الجمعة فكرة رائعة نعم فنحن نستدفئ في يوم السبت دون أن نحمل الذنب في إشعال النور هل ألقيتم الشباكة في البحر؟ نعم بالتأكيد وغدا سيكون الصيد وفيرا ونملأ أيدينا بالنقود وبالذهب إلى أين تذهب يا زوجي؟ في هذا الجو العاصف أريد أن أزور جيراننا خلف الجدار لماذا؟ من واجبنا أن ننصحهم ونعظهم لما تعزون قوما؟ الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ معذرة إلى الله ماذا تعني؟ أريد أن أعظ أهل قريتي ليعذرنا الله تعالى ويعلم أننا قد أدينا واجبنا وأمرناهم بما فرض علينا رأيي أن تدعهم لعذابهم فإنهم لا يستحقون النصيحة قرد أيها الناس أيها الناس إني أرى قردا متوحشا من أين أتى؟ وكيف دخل قريتنا؟ إنه يضحك لماذا تضحك أيها القرد؟ صوتك أيها القرد يذكرني بصديق قديم اسمه شمخون إنه أنا شمخون شمخون أنا ولكنني لست قردا تعدب أيها القرد ماذا؟ بل أنت القرد انتظر انتظر بدأت أفهم لقد تحولنا جميعا جميعا إلى قرود يا له من ذكاء بالنسبة لقرد نعرف هذا ولكن ماذا سنفعل؟ كيف سنظهر أمام الناس بهيئة قرود؟ لنستمر في الحياة على أي صورة لا أحد يريد شراء السمك أين ذهب جيراننا أهل القرية؟ ومن هؤلاء القرود؟ لم يتحول سمحون إلى قرد أدفع ذهبي كله وأعود إنسانا يوما واحدا هل نبلغه أننا أهل قريته وأصحابه؟ ربما يساعدنا يا سيد سمحون يا كبير الصيادين هه؟ إنه صوت آدمي كيف هذا؟ نحن جيرانك وأهل قريتك استيقظنا اليوم على هذه الحال لا حول ولا قوة إلا بالله هل تستطيع أن تساعدنا لنعود بشرا؟ كيف؟ إنه أمر الله ولا راد لقضائه فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا كردة خاسئين حمدا لله تعالى عادت الحيتان إلى البحر يا زوجتي اقتسم ما رزقنا الله به مع إخواننا الصيادين واقتطعي جانبا لنتصدق به على جيراننا المساكين خلف الجدار لا تذكرني بهم إنهم لا يكفون عن التشاجر والصراخ طوال النهار ولا يكفون عن البكاء والنحيب والتحصر طوال الليل هذا جزاء من يغضب الله لو علم المزنب بهول العقاب لما أقدم أبدا عرازم آه يا ليتنا لم نستمع لكلام ميمون نحن جميعا جوعة وهو الوحيد الذي يحصل على الطعام طعام مهين الموت أفضل منه بكثير صار أصحاب السبت آية لمن يتحايل على شرع الله أو يظن أنه أعرف بشؤون حياته من خالقه ورازقه عندما يخالف العبد ربه يهبط من كرامة الإنسان إلى مرتبة الحيوان ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين